بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي الشرخ المسترين سيدنا محمد وعلي وصحبه أجمعين رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري والثماني الثاني في قولي اليوم أعلن الزميل الفاضل دكتور خليل أبل عن تقديم استجواب ثلاثي يضم دكتور خليل واخوكم فيصل كندري والأخ الفاضل النائب حميدي السبعي لي وزير النفط طبعا نشره بعض الوسائل التواصل الاجتماعي بأن تهديد باستجواب ثلاثي لا هذا أكيد باستجواب ثلاثي إن شاء الله أنا أكد اليوم بعد ما تعهد الوزير في الجسد السابقة بتقديم التقرير الخاص بمحاور الاستجواب اللي يقدم له في السابق اليوم أكد إن هذا استجواب وليس تهديد تعهد أمام السلطة التنفيذية والتشريعية تحت قبة عبدالله السلام بأنه يقدم التقرير يوم الأحد لكن للأسف يعتلى أوامر من رئيس التنفيذي بأنه ما يقدم التقرير وبأنه يبحث عن مخرج وإحنا نعرف الوزير كان رايح وين أمس عساسي برر وما يقدم التقرير ويحصل على دعم لكن ما وفقت يا أبو صلاح طبعا التقرير ليش يبي يقدمونه لأنه فيه إدانة مالية أكد عليها إدانة مالية على الوزير بصفته وعلى الرئيس التنفيذي وعلى بعض القيادات في القطاع النفطي فما يبونه الشيء هذا يناقش في العلن تحت قبة عبدالله السلام ومو بس الإدانة مالية لا التقرير نشر في أحد الصحف واللي يرد يقرأ يعرف إنما كانت ردود وزير النفط في الاستجواب كلها غير صحيح جميعها غير صحيح وكان يدافع عن بعض القيادات النفطية اللي فعلا اليوم يفرض أن يحاسبون لكن هذا ما قد راح تشف التفاصيل اليوم الوعد إن شاء الله المنصة طبعا عدم إيداع التقرير يوم لحد هذا عدم احترام أيضا للسلطة التنفيذية لأنهم صوتوا وترى معانا ووافقوا على أن يدعي التقرير فالجرأة غريبة وعجيبة عند وزير النفط لكن أنا ما أستغربها لأنه هو يعني ما يمشي بكيفة ولا بأوامره ولا ياخد كلامه من رأسه هو يتلقى الأوامر هو موظف لكن مو عند الحكومة لا ليه الحين هو عباله موظف في المؤسسة ويرأسه نزار العجساني ليه الحين هو عايش هذا الدور الاستجواب اليوم أصبح استحقاق سياسي لا بد منه خلص يعني اليوم وصلنا لهذه المرحلة أنه خل التجاوزات المالية والتجاوزات الإدارية والتجاوزات اللا أخلاقية من بعض قيادة في الغطاع النفطي هذا كله سنكشف عنه لكن الاستهتار في السلطة التنفيذية كاملة والسلطة التشريعية كاملة هذا أصبح اليوم استحقاق لا بديل عنه نتمنى فعلا اليوم أنها تثبت الحكومة صدق نواياها في محاسبة المقصرين أو وزير النفط مقصر اليوم أنصحك يا وزير النفط أنك تصعد المنصة وأتمنى فعلا أنك تصعد المنصة خلي عرف الشعب الكويتي حجم التجاوزات اللي مارسوها القيادات النفطية واللي انت طوعا لهم خلي عرفون شبابنا وبناتنا في القطاع النفطي ما حجم التجاوزات اللي عندهم وما حجم الظلم اللي تم ومارست عليه وهذا من حقهم لأنهم يأخذون من حقوقهم ويعطونهم حق غيرهم اللي غرد لي بتوتر أنقله ورقيه متجاوز كل اللوائح والقوانين فيه القطاع النفطي بنتقل لنقطة أخرى طبعا لجهة التحقيق أكررها مرة ثانية شكلت من الحكومة واختيار الأشخاص الأفاضل اللي في اللجنة أيضا من الحكومة أوثقت فيهم الحكومة عملت معاهم الحكومة تعاونت مع اللجنة الحكومة لكن للأسف من شهد بالحق ضد القيادة النفطية تم عليه ممارسة الظلم بأبشع أنواع الفساد إلى مرحلة وصلوا للتجسس ووصلت إلى بناتهم وأولادهم في القطاع النفطي هذول القيادات النفطية لكن أكد اليوم إنما تفضل فيه زميلي الفاضل أخوي الدكتور خليل أبل ليس تهديد بل هو أكيد وحياك على منصة أبو صلح وشكرا